قال تقرير صادر عبد بنتاجون حول عملية العزم الصلب إن الميليشيات المسلحة في العراق وسوريا شكلت أكبر تهديد أمني لمهمة قوات التحالف خلال الربع الأخير من العام الماضي اتكثفت الميليشيات المسلحة الموالية لإيران استهدافها للمصالح الأمريكية في العراق كما هدده كلاء النظامين الإيراني والسوري المصالح الأمريكية في شمال شرق سوريا وشنوا هجمات ضد قوات سوية ديمقراطية التقرير قدر وجود بين ثمانية إلى ستة عشر ألف مقاتل لداعش في العراق وسوريا يعملون ضمن خلايا صغيرة في المناطق ريفية قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث مكنزي أكد أن الطائرات الصغيرة المسيرة تعد الخطر الأكبر على القوات الأمريكية في العراق بعد أن كانت العبوات الناسفة تحتل المرتبة الأولى في ذلك الشأن بحسب موقع أرمي تايمس قال مكنزي أن الحريثة لا يدر عن طائرات مسيرة ضخمة وذات تكلفة عالية بل عن درونز صغيرة يمكن شراؤها من المحل التجارية مقابل مبلغ لا يتجاوز ألف دولار نوه مكنزي لأن الجماعات الإرهابية قادرة على تطوير وإجراء طائرات على تلك الطائرات الصغيرة لتصبح أسلحة فتاكة وقاتلة مشيرا إلى قوات سوريا الديمقراطية التي كشفت خلال حربها مع تنظيم داعش عن امتلاك مصانع ورش لتصنيع طائرات مسيرة صغيرة واضحا أن الهجوم بتلك الطائرات أسهل من تصدي لها أوضح مقال تحليلي نشر في موقع فاربس أن الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة يمكنها استخدام الطائرات المسيرة كبديل ناجع عن الأبوات الناسفة التقليدية خلال معركها ضد جروش نظامية بعد أن فقد هذا الأسلوب التقليدي معظم تأثيره بالنسبة لتلك التنظيمات المتطرفة وللمزيد ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من ولاية برجينيا ماركامات مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية أهلا مرحبا بك معنا جنرال لنسأل بداية على هذا التحدي الذي أشرنا إليه في هذا التقرير التعامل مع الطائرات المسيرة المطورة من طائرات صغيرة كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع مع هذه التهديدات أعتقد أننا رأينا أن الطائرات المسيرة هي واحدة من أخطر العناصر في ساحة القتال هذه الأيام تقريركم يظهر أن بالإمكان استخدامها كمتفجرات من السماء وهي فعالة ويمكن السيطرة عليها ومن الصعب الكشف عنها والمزيد منها يمكن أن يستخدم كطائرات استطلاع وبالتالي العدو يمكن أن يكون على بعد ميلين أو ثلاثة من موقعك ويحصل على معلومات مفيدة بشأن أين أنت ونوعية التسلح وما تعتزم القيام به أقول لك هذه الطائرات المسيرة في العالم أصبحت سائدة أكثر ومن الصعب إيقافها التكنولوجيا الأمريكية أصبحت أفضل في العثور على وتدمير الطائرات هذه ولكن كما قال الجنرال مكنزي استخدام الطائرات المسيرة متقدم على الذين يحاولون الدفاع ضدها سيد كامت ما بين تهديدات الميليشيات الإيرانية والأدرع التابعة لها في المنطقة وتهديدات نظام وتهديدات كذلك تنظيم داعش الذي يبدو أنه يعود بقوة كيف ترى سياسة وزارة الدفاع الأمريكية مع الإدارة الجديدة في التعامل مع ذلك؟ أولا أود أن أقول أن الميليشيات المدعومة من إيران والتي تشكل تهديدا للولايات المتحدة والتحالفية في الواقع أكثر تهديدا لحكومة العراق حكومة العراق تتعامل مع مشكلة بسيطة والسؤال هو هل المواطنين هؤلاء يعملون لصالح إيران أو لصالح العراق يجب أن يخضعوا للحكومة المركزية والتي يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسيطرة على استعمال السلاح حكومة العراق تحاول عمل ذلك ولكن عليها أن تقدم على المزيد من الخطوات قبل أن تصبح الميليشيات الإيرانية أكثر قوة من الجيش ما هو الموقف الأمريكي؟ الإدارة الجديدة لديها سياسة تشبه سياسة الإدارة السابقة ولكن أعتقد أنه مع المفاوضات مع حكومة العراق الولايات المتحدة والتحالف يشعران أن قوات الأمن العراقية يمكنها التعامل مع داعش بطريقة أفضل لو قدمنا نحن المعلومات الاستخباراتية والدعم الميداني أي الدعم الجوي وهذا يتطلب عدد أقل من الأمريكيين في قواعد صخيرة لمساعدة القوات العراقية لكن ما الذي ينقص أيضا من القرار السياسي وتعامل السياسي مع هذا التحدي؟ هناك عدد من التحديات لو كنت تحدث عن تحديات البقاء داخل العراق نحن هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية وإذا الحكومة العراقية قالت علينا أن نغادر فسنغادر إذا لم يصدق أحد هذا لقد غادرنا في 2014 وأخرجنا كل قواتنا ولكن نتيجة لتهديد داعش سمح لنا بالعودة إلى العراق هذا يجب أن يخضع للمفاوضات بين حكومة العراق ودول التحالف لتقرير ما هو العدد المناسب للقوات التي تبقى في العراق وما يجب أن تفعله وهذا يجب تقريره عبر المفاوضات بين الطرفين قبل أيام اتخذت الحكومة العراقية خطوات بإعلانها أنها تسعى لسيطرة على شريط الحدودي مع سوريا لوقف هذا التهديد إلى أي مدى من الممكن أن تكون الحكومة العراقية قادرة على فعل ذلك وأن لا يتقطع هذا أيضا مع وجود الميليشيات الإيرانية في الجانب الأخر أقول لقد رأيت الأشياء التي بناها حراس الحدود وقد قاموا بعمل رائع وأغلبية تشكيلات داعش لن تستطع عبور الحدود من سوريا إلى العراق والحقيقة هي أنه لا توجد حدود في العالم لا يستطيع الأفراد اختراقها ترى هذا في أمريكا وفي أوروبا ولكن طالما أن قوات الأمن العراقية وبصورة أساسية حرس الحدود بقيادة الجنرال حمد الذي يقوم بعمل رائع طالما أنهم يستطيعون بناء سواتر إلكترونية وحواجز فهذه أفضل فرصة لحكومة العراق لإبعاد داعش ومنعها من القدوم من سوريا إلى العراق فيما يتعلق بالميليشيات الإيرانية وكيف ترى هذا؟ هذا موضوع مختلف كلية الإعلان من الجانب الأمريكي مؤخرا عن أن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا مهمتها عدلت من مسألة حماية أبر النفط إلى محاربة تنظيم داعش هل يعني هذا تغيير كبير وإلى أي مدى يسهم في هذه الجهود؟ لا أعتقد أنك سترى قوات أمريكية تحارب داعش سنستمر في رؤية قوات أمريكية تقدم التدريب والمعدات للقوات التي تقاتل داعش واضح أن هناك بعض الهواجس بشأن المنظمة التي نتعامل معها في شمال سوريا ولكن على المدى القصير لو قاتلوا داعش فسنقدم الدعم الجوي والاستخباراتي وهذا جيد للعراق والمنطقة والناس في شمال شرق سوريا جنرال كما تبقى معنا سنستعرض الآن هذا الموقف الإسرائيلي الجديد حول إيران ربما له أصداؤه في واشنطن وزير الدفاع الإسرائيلي بن جانس أكد ضرورة أن يكون احتمال شن هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية مطروحا على طويلة الجيش الإسرائيلي وأضاف أن الاتفاق نووي الذي وقع مع إيران قبل خمسة عوام أفسح أمام نظام الملالي المجال للوصول إلى عتبة تطوير سلاح نووي مشددا على ضرورة الاستمرار في الأنشطة التي تهدف لتقييد دعم إيران للمنظمات الإرهابية والميليشيات في الشرق الأوسط نعود مرة أخرى إلى ضيفي من مكلام في ولاد فرجينيا مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية مركامة أهلا ومرحبا بك مجددا جانرال كيف تنظر لهذا التصريح؟ أعتقد أن الكل يدرك أن رغبة إدارة بايدن هي العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وأعتقد أن كل الأطراف حاليا تمر فيما أسميه أنا بفترة ما قبل المباراة هم لم يجلسوا للمفاوضات ولكنهم يقوموا بإعطاء تنبؤات وإعلانات بشأن ما يقبلونه وما لا يقبلونه حقيقة الأمر لا نعرف ما الذي يمكن تحقيقه بعد عودة أمريكا إلى المفاوضات هم يريدون التفاوض ليس فقط بشأن الملف النووي الإيراني ولكن نريد الحديث عن القدرات الصاروخية لإيران ونريد الحديث أيضا عن عدم الاستقرار الذي تسببه إيران في المنطقة ولكن لن أعلق كثيرا على أهمية كل هذه التصريحات من جانب الإيرانيين والأمريكيين والإسرائيليين إلى أن نجلس سويا ونبدأ في المباراة عندما ننزل إلى الملعب انتظار هذه المباراة يبدو أنه قد سيطول حتى تبدأ هذه المباراة ما الخطوط الحمر التي نرى أن كل فريق لا يتعدها في هذه النقطة هذا سؤال جيد لا أعتقد أن الإيرانيين مستعدون للتخلي عن القدرة على استخدام اليورانيوم الأقل تخصيبا لبناء ترسانتهم هناك قيود في ظل الاتفاقية لحوالي 300 كيلو جرام هم يريدون أن يحصلوا على أكثر لأنهم يعتقدون أو يقولون هذا يستخدم للأغراض الطبية وأيضا أجهزة الطرد المركزي ويردون رفع العقوبات ما الذي يريده الأمريكيون؟ نفس الشيء مثل باقي الدول ألا تمتلك إيران أسلحة نووية وأيضا تتوقف عن سلوكها المزعز على الاستقرار والتوقف عن تطوير الصواريخ طويلة الأمد الإسرائيليون في نظرهم هم يريدون ما تريده معظم الدول العربية ألا يهددوا من جانب الإيرانيين أو البرنامج النووي الإيراني ولديهم مسؤولية سواء في إسرائيل أو الإمارات أو في السعودية لحماية شعوبهم وطالما أن إيران تطور أسلحة نووية فهذا تهديد لهذه الشعوب الجانب الإيراني يقول أن سباق التسلح ليس قاصرا عليه فقط وأن هناك العديد من الدول في المنطقة اشترت أسلحة خلال الفترة الماضية الجانب السعودي يريد أن يطرح أيضا على الملف التفاوض أن تكون أدول العربية جزء من إعادة هذا الاتفاق هذه الخطوات الدبلوماسية ونقاش سياسي هل من الممكن أن يترجم لخطوات عسكرية خلال هذه الفترة المتبقية حتى العودة للنقاش؟ سوف يكون هناك ازدحام كبير على الطاولة عندما تتجاوز خمسة زائد واحد هذه الدول يجب أن تثق بمجموعة خمسة زائد واحد لتمثيلهم على طاولة المفاوضات نعم السعوديون يشترون أسلحة ولكن في نفس الوقت الإيرانيون يطورون سلاحا نوويا أعتقد أن إيران يجب أن تتفهم أنهم إذا فعلوا مثل كوريا الشمالية وقاموا بتجربة نووية فمحتمل جدا أن تحصل السعودية على سلاح نووي ومحتمل أن تحصل الإمارات على سلاح نووي وأسوأ نتيجة أن تكون هناك الكثير من دول المنطقة تسيطر على أسلحة نووية خاصة الدول الأعداء خطوات أيضا تخذت من الإدارة الأمريكية بشأن ما يجري في اليمن والذي لإيران دخل كبير به كيف يؤثر هذا أيضا على سير هذه الخطوات في المنطقة والسير باتجاه النقاش للعودة للاتفاق نووي أعتقد حاليا الولايات المتحدة والسعودية ستحاولان فصل المسألتين لو حاولت الحديث عن دول محددة مثل اليمن فلن ترى الصورة كاملة اليمن لا يوجد فيها حرس ثوري ولا هي الدولة التي يتدخل فيها الحرس الثوري أو الإيرانيين بشكل عام نرى أذرع إيران في سوريا إيراء في العراق واليمن ولا يمكن أن نعزل اليمن كحالة واحدة يجب أن ننظر على الأنشطة كلها التي يقوم بها الإيرانيون في المنطقة والتي تروج لعدم الاستقرار يجب أن تكون هذه حزمة واحدة ونحن نرى زيارة الرئيس الأمريكي لمقر وزارة الدفاع اليوم التحديات التي تركت فيما يتعلق بالشأن الداخلي كيف تؤثر على التعامل مع كل هذه التهديدات الخارجية والتعامل مع ملفات المنطقة أعتقد أن التحديات المحلية لن تثار داخل البنتاجون إلا بشأن الحرس الوطني والذي يطلع بمسؤولية التصدي للتحديات المحلية أيضا هو مسؤول عن أشياء مثل الكوارث إلى آخره ولكن الجيش العادي حسب القانون ممنوع من القيام بعمليات داخل الولايات المتحدة إذن هناك مقولة قديمة الجيش يمكن أن يمشي وأن يمضخ اللبان في نفس الوقت الجيش يركز على التهديد الخارجي ولن يتأثر بالتهديدات المحلية عدا الحرس الوطني الذي فعل هذا لسنوات جنرال مركز كانت مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون السياسية والعسكرية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك